نقشت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المسجدة في اتماعها بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة الدكتور معين عبد المالك والتنسيق الجاري مع المنظمات المانحة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والتحالف العربي للقاحات والبنك الدولي لتوفير اللقاح كورونا لليمن واستمعت اللجنة إلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح حول التواصل الجاري مع منظمة الصحة العالمية في هذا الجانب والخطط الزمنية المتوقع وصول اللقاح وتحديد أواخر مارس وبداية بريل القادم مستعرضا مستجدات الوباء والاستعدادات والجاهزية التي تبذلها وزارة الصحة وكوادرها استعدادا لأي تفشي محتمل لمواجهة ثانية من الوباء مؤكدا عدم رصد أي حالات لكورونا المتحور في اليمن حتى الآن وأشد الاجتماع بالجهود التي بدلتها اللجنة العليا للطوارئ وأعضائها السابقين في ظل ظروف استثنائية ومنذ بدء جائحة كورونا منوهين بما حققته من نجاحات رغم الإمكانيات المحدودة في توفير مراكز عزل وأجهزة الفحص وتدريب الكوادر وتقوية قدرات القطاع الصحي بالشراكة مع الدول والمنظمات المانحة واستعرضت اللجنة أولويات عملها للفترة القادمة بما فيها إعادة هيكلتها واستمعات لعدد من المقترحات لتنشيط عملها وتعزيز التنسيق والتواصل لتقوية قدرات القطاع الصحي والقيام بالمسؤوليات المناطة بها وفقا لقرار تشكيلها شارك في الاجتماع وزراء الخارجية دكتور أحمد بن مبارك والإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني والمالية سالم بن بريك والداخلية اللواء إبراهيم حيدان والتربية والتعليم طارق العكبري ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس عواضب حارثة